السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في معلومة طبية جديدة من الروبي كلينك هنحب أن نهاردة نكلمكم على موضوع التسدي عند الرجال موضوع التسدي دوا بيصيب أغلب الشباب عند سن البلوغ وليه أسباب كتيرة جدا في السن البلوغ بس أهم حاجة نعرفها أنه هو فيه نوعين أساسيين من التسدي الحقيقي والكاذب النوع الكاذب ده ربار عن تراكم دهون في منطقة صدر عند الشباب وده نتيجة للسمنة أو الإفراط في الأكل الحاجات اللي هي الفاصل فود والكلام من ده وده علاجه بيبقى حاجة من الاتنين إما يعمل حمية أو النظام الغذائي وتخسيسه أو يعمل عمليات شفط دهون وطبعا العمليات كلها بتتم بعد 18 سنة أو أنه هو بيبقى النوع التاني وهو التسدي الحقيقي أو التروج جانيكوماستيا وده نتيجة لتضخم في الغدد اللبنية عند الرجال وبيبقى فيه تضخم للغدد وتراكم للدهون والاتنين دول مع بعض بيعملوا حاجة اسمها التسدي الحقيقي فبالتالي عند سن 18 سنة بيبتدي يحصل بروز لمنطقة الصدر عند الولاد وبيحتاج إن هو عشان شكله يبقى أحسن أو يقدر يلبس تشيرتات وكلام من ده يعمل العملية دي العملية بيتتم عن طريق إزالة الدهون أولا ثم إزالة الغدد المتليفة بعد ذلك بعد العملية العيان بيفضل لابس مشد لمدة 3 شهر عشان تثبت النتائج مدى الحياة ندعوكم إلى زيارتنا في روبي كلينيك وأهلاً وسهلاً بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته